إذن صباح الخير للجميع تحية تربوية من جديد إذن درسنا اليوم مع مادة النشاط العلمي المرجع المرشد في النشاط العلمي المستوى الرابع ابتدائي إذن الأسبوع 23 ثم الحصتان 1 و 2 صفحة الكتاب المدرسي 66 إذن على بركة الله الدرس ديالنا غادي تنجز وفق منهجية التقصي إذن عنوان الحصة انتقال نعم العدو والمرض نعم تاريخ اليوم تاريخ اليوم الجمعة عشرون مارس الفين وعشرون ميلاديا إذن على بركة الله عنوان الدرس كما قلنا هو انتقال العدوى والمرض طرق انتقال الأمراض المعدية علامات المرض والصحة إذن الهدفان التعلماني من الدرس هما أحدد طرق انتقال الأمراض المعدية الزكام الإنفلوينزا الرماد ثم أتعرف على الأعراض والعلامات التي تدل على الصحة والمرض إذن في البداية أيمن ماذا تلاحظ على الصورة ألاحظ في الصورة ابنة مريضة مستلقية في السرير وبجانبها أمها وألاحظ أيضا صورة لطبيب وأطفال في مدرسة لا نقول ابنة يا أيمن ماذا نقول طفلة نعم أحسنت ثم في الصورة على اليسار ألاحظ في الصورة على اليسار ساحة بها أطفال يلعبون كرة السلة لن أيمن استمع جيدا سأقرأ نص الانطلاق أبني تعلماتي أولا ألاحظ وأفهم لما استيقظت خولته أحست بسيلان في أنفها والتهاب في حلقها وبدأت تعطس وتسال فنصحتها أمها بأن تذهب إلى الطبيب ولكن خولة أصرت على أن تذهب إلى المدرسة لأنها تريد أن تشارك في مقابلة كرة السلة وفي اليوم الموالي أصيب ثلاثة تلاميذ بمرض أعراضه تشبه أعراض مرض خولة ذا تفضل أيمن ماذا فهمت من خلال قراءتنا لهذا النص فهمت من خلال هذا النص أن خولة كانت مريضة وأصرت على الذهاب إلى المدرسة ولكن أمها قالت لها أن تذهب إلى الطبيب ولكن أقنعت أمها بأن تذهب إلى المدرسة وذهبت خولة إلى المدرسة وعند دخولها شاركت في مقابلة كرة السلة ولكن في اليوم الموالي أصيب ثلاثة أطفال ثلاثة أطفال بنفس أعراض مرض خولة حسنا إذن أكتب في فقرة ألاحظ وأفهم هذه الأفكار إذن حسنا أيمن ألاحظ صورة صورة طفلة مريضة وأطفال يلعبون كرة السلة في الملاحظة ثم في الفهم فهمت فهمت أن خولة مريضة فذهبت إلى المدرسة صحيح نسيت الت إلى المدرسة نعم ونقلت العدوى إلى أصدقائها أتمي كيف تكتب اليا هنا تكتب الألف على اليا الهمزة على اليا لماذا لأن ما قبلها السكونة وهي مكسورة حسنا جدا إذن الآن ننتقل إلى فقرة أتساءل فقرة أتساءل وأدون في دفتاري يعني في دفتار التقصي أيمن ما هي التساؤلات التي يمكن طرحها من خلال قراءتنا لهذا النص ما هي أعراض المرض الذي أصاب خوله نعم حسن جدا لديك سؤال آخر ما هي أعراض المرض الذي أصاب الأصدقاء نعم ما هي أعراض المرض الذي أصاب الأصدقاء أحسنت هل لديك تساؤل آخر ما هو المرض الذي أصاب خوله نعم حسن جدا سؤال آخر هل المرض الذي أصاب خوله مرض المعدد حسن جدا هل المرض الذي أصاب الأصدقاء هو نسل مرض خوله وكيف انتقل المرض من خوله إلى أصدقائها نعم حسن جدا تساؤلات مهمة دونها الآن في دفتر التقصي نعم حسنا ما هو المرض الذي أصاب خوله ما هي أعراضه كيف انتقل المرض من خوله إلى أصدقائها إلى آخره من التساؤلات نعم حسن جدا إذن آيمن بعد طرحك لهذه التساؤلات الآن سنمر إلى الافتراضات أنت مطالب الآن لكي تكتب بعض الافتراضات للأجوبة على التساؤلات التي طرحتها موافق موافق إذن بعد مدة قصيرة أعطينا الفرصة لأيمن لكتابة الفراضيات إذن ما هي الفراضيات التي كتبتها أيمن أعتقد أن خولة مريضة بيئة في الوانزة نعم الاعتقاد الأول الاعتقاد الثاني أعراضه هي الحم والسيالة إلى آخره حسن جدا ثم الفراضية الموالية الفراضية الموالية هي كيفية انتقال المرض من خولة إلى أصدقائها بالطبع إنه ملامسة خولة لأصدقائها نعم حسن إذن بعد انتهائنا من مرحلة أفترض الآن أيمن أنت مطالب باقتراح بعض المصادر أن تبحث عن بعض المصادر أو الوسائل التي تمكنك من التحقق من الأجوبة المفترضة من أجوبتك إذن سأترك لك مهلة للتفكير من أجل التحقق من الفراضيات التي طرحتها حسنا حسنا إذن أيمن يبدو أنك قد أنجزت البحث نعم أنجزت بحثا في الانترنت عن إنفلونزا وأعراضها نعم تفضل وقد تأكدت من أجوبتي نعم تفضل 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 الإنفلونزا هي عبارة عن جهاب فرئتين نتيجة الإصابة بفيروس وهو مرض معدن حيث ينتقل عن طريق رداد السعال والعطس أو نتيجة استخدام أدوات الشخص المصاب إذن هنا تكلمت عن طرق انتقال المرض نعم هناك طريقة العطس ورداد السعال ما دون اسم هذه الطريقة؟ طريقة انتقال المرض اسمها طريقة مباشرة أما نتيجة استخدام أدوات الشخص المصاب اسمها طريقة غير مباشرة إذن في الطريقة الأولى ينتقل المرض مباشرة من الشخص المريض إلى الشخص الذي سيصل أما الطريقة الثانية فهناك أدوات المريض كالكأس والإبرة إلى آخره تفضل عن أعراض الإنفلوينزا أعراض الإنفلوينزا المعاناة من الألم من آلام في العضلات الحمى السعال الصداع التعب والإرهاق التهاب التهاب الحق جفاف الأنف والحق ارتفاع درجة الحرارة سيالان الأنف الإسهال فقدان الشهية أحسن حسن جدا إذن بحث في المستوى إذن بالنسبة لفقرة التحقق من الأجوبة المفترضة أيمن اقترح علينا ماذا؟ ماذا؟ بماذا قمت؟ قمت ببحث في الأنترنت حول الإنفلوينزا وأعراضها نعم وأعراضها ماذا نسيت؟ العين حرف العين لا تتسرع مرة أخرى حسنا إذن الآن ستقوم بكتابة الأجوبة الصحيحة من خلال البحث الذي قمت به في فقرة التحقق من الأجوبة المفترضة إذن الأجوبة التي كنت قد أو الإفتراضات التي كنت قد كتبتها في الفقرة الثالثة عليك أن تكتب الصحيحة منها الآن في الفقرة الخامسة الخامسة حسنا بعدما تأكدت من الإفتراضات حسنا حسنا تفضل أيمن هل تحققت من الأجوبة المقترحة المفترضة؟ نعم أستاذ وكلها صحيحة هل تحققت من الأجوبة المفترضة 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 المفترضة؟ حسنا 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 أعراض أعراضه هي الوقاية من الأمراض المعدية حسنا 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 الرسم يجب أن يدور أو عمل يجب أن يدور عن الأمراض التي تنتقل الأمراض المعدية وطرق انتقالها وأعراضها تفضل إذن حسنا أيمن أنجستر اسمان تعبر فيه عن أن الفيروسات موجودة في الجو ومن أجل الحماية منها نستعمل الواقيات الطبية أو الكمامات إذن نهاية الحصة اليوم مع درس انتقال العدوى والمراض أعزائي التلاميذ والتلميذات أيمن أيضا أنتم مطالبون بإنجاز التمرينين الصفحة التمرينين رقم خمسة وستة صفحة صفحة الكتاب المدرسي صفحة سبعة وستون من أمامكم من أجل تقويم وتطبيق ما توصلنا إليه خلال هذا الدرس أيضا أنتم مطالبون بإنجاز التمرين رقم أربعة في الصفحة الموالية نعم ثم حفظ مكتسبات جديدة مع استعمال أيضا قراءة معجم المصطلحات إذن لا تنسوا إنجاز هذه التمرين التي سنعود إليها في الحصة المقبلة قريبا إن شاء الله تقم قناة قناة تعليمي مع آنس وأيمن يحييكم وسنعود في الحصة المقبلة لتصحح هذه التمرين ترجمة نانسي قنقر